ولنرصد المشهد من المقلب الآخر ينضم إلينا أحمد جرادات من الجليل الأعلى أهلا بك أحمد المشهد لديك يعني قبل قليل تم إطلاق عشر قذائف صاروخية من لبنان نحو منطقة ناوت مردخاي التي تقع إلى الجنوب من كريات شموني شاهدنا سقوط هذه الصواريخ دون اعتراض أي من الصواريخ التي أطلقت من قبل حزب الله نحو هذه المنطقة الحدودية ولكن الجيش الإسرائيلي أقر بسقوط عشر قذائف صاروخية في محيط هذه المنطقة دون الحديث إن كان هناك بالفعل إصابات أم لا توجد إصابات عادة بيانات الجيش الإسرائيلي كان يتطرق في بعض الأحيان إلى الحديث عن عدم وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين ولكن هذه الجملة غابت عن بيان الجيش الإسرائيلي ما يفتح الباب إلى إمكانية وجود إصابات بعد إطلاق هذه الصواريخ من لبنان نتحدث عن استهداف منطقة إصبع الجليل بصواريخ عديدة قبل قليل بلدية كرياتشمونة تحدثت عن إطلاق ست قذائف صاروخية من لبنان نحو هذه المدينة قبل نصف ساعة من الآن وسقوط عدد منها في مناطق مفتوحة أيضا هناك استهداف لمنطقة ألمطلة أكثر من مرة منطقة مزقاف عام الحدودية أكثر من مرة إضافة إلى مناطق أخرى في الجليل الأعلى الغارات الإسرائيلية هي متواصلة تتركز في الفترة الماضية في القطاع الشرقي إن كان في بلدة الخيام أو في محيطها أو حتى في المناطق التي تقع إلى الخلف من كفاركيلا التي تعرضت في الفترة الماضية إلى غارات عنيفة لا نعرف إن كانت هذه الغارات هي مقدمة لتوسيع الاشتياح البر في محاولة لتقدم القوات الإسرائيلية لنحو الخط الثاني من الحدود أم لا ولكن منذ الأمس الحديث بالإعلام الإسرائيلي عن إحكام السيطرة على قرى التماس وهذا بالمصطلح الإسرائيلي هي القرى المعروفة أو الملاصقة للحدود والمطلة على الكيبوتسات الإسرائيلية اليوم حزب الله أطلق صواريخ عديدة حاول استهداف مناطق بعيدة إن كان في تل أبيب الكبرى مستوطنات الضفة الغربية حيفة ومحيطها عكة مناطق في الجليل الأعلى وإصبع الجليل والجليل الغربي ربما هي إشارة ورسائل من حزب الله إلى أنه قادر على استهداف هذه البلدات والمدن البعيدة نوعا ما حتى وإن كنا نتحدث عن دفعات صاروخية قليلة فعندما يطلق نحو المركز يطلق دفعات صاروخية أقل من خمس قذائف صاروخية ولكن عندما نتحدث عن المناطق القريبة من الحدود أو نوعا ما التي تقع في نطاق الجليل الأعلى والغربي فعادة الدفعات الصاروخية تكون أكبر من ذلك وتصل إلى ما يزيد عن 40 قذيفة صاروخية القصف المدفعي مستمر ومتواصل في الدقائق الماضية المدفعية الإسرائيلية أطلقت أكثر من قذيفة نحو القطاع الشرقي في الجنوب اللبناني إضافة إلى الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية ونوه أيضا أحمد إلى هذا الخبر العاجل عن رصد إطلاق عشر صواريخ من لبنان باتجاه كريات شموني وأضيف أيضا أحمد بأن وسائل أعلام عبرية ذكرت عن وقوع ثلاثة إصابات تراوحت بين خطيرة ومتوسطة في مستوطنة نيوت مرتخاي جراء القصف الأخير من لبنان ماذا نعرف عن هذه المستوطنة؟ أين تقع؟ وكم هي بعيدة عن الحدود اللبنانية؟ يعني إلى الآن لا إعلان رسمي عن هذه الإصابات الحديث في مجموعات تليجرام الإسرائيلية عن وقوع إصابات في منطقة ناوت مرتخاي وهي تقع إلى الجنوب من كريات شموني وهذه المنطقة استهدفت قبل قليل بإطلاق عشر قذائف صاروخية ما شاهدناه من مكان تواجدنا سقوط جميع الصواريخ التي أطلقت من لبنان دون اعتراضها بمعنى لم نشاهد تفعيل لأنظمة الدفاعات الجوية أو للقبة الحديدية في منطقة إصبع الجليل عندما فعلت صافرات الإنذار في ناوت مرتخاي هناك أنباء عن إصابات ولكن كما قلت الجيش الإسرائيلي في بيانه لم يتطرق إلى هذه النقطة لم يتحدث عن عدم وقوع إصابات أقر بسقوط عدد من هذه الصواريخ في محيط منطقة ناوت مرتخاي الواقع إلى الجنوب من كريات شموني والتي تقع قرب منطقة كفار بلوم التي استهدفها كثيرا حزب الله حتى قبل الاجتياح البري وكان يتحدث عن استهداف منظومات دفاعية جوية إسرائيلية تتواجد في هذه المنطقة أو مواقع عسكرية إسرائيلية بحسب بيانات الحزب التي كان يصدرها قبل الاجتياح البري طالما لم يتحدث الجيش الإسرائيلي بصراحة عن عدم وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين أو في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد سقوط هذه الصواريخ فهذا يفتح الباب أمام إمكانية وجود إصابات ولكن لا إعلان رسمي حتى هذه اللحظة عن وقوع إصابات وكل شيء متوقع وإن كان هناك بالفعل إصابات قد يتم الإعلان عنها خلال هذا اليوم بعد عدة تساعات ولكن المؤكد أن القذائف العشرة التي أطلقت من لبنان سقطت في هذه البلدة التي تقع إلى الجنوب من كرياتشموني وبالقرب من كفار بلوم وزدي نحمية وغيرها من المناطق الواقعة في إصبع الجليل هي من المناطق التي لا تقع في نطاق الخمسة كيلومترات لم يتم إخلاءها من قبل وزارة الأمنة الإسرائيلية ولكن هي على مشارف المنطقة العازلة التي طرت إسرائيل في نهاية أكتوبر من العام الماضي على إنشائها إن كان في الجليل الأعلى والغربي وفي إصبع الجليل بعد تصاعد عمليات حزب الله وبعد دخوله إلى هذه المواجهة هناك تركيز من حزب الله لإطلاق الصواريخ نحو إصبع الجليل منذ ساعات صباح هذا اليوم فرح شكرا جزيلا لك حتى الآن أحمد جرداد كنت معنا من الجليل ترجمة نانسي قنقر